المهندس عدلي أشار إلى حتة الأخطاء التحكمية مصطفى غربال لعله الحكم الأفضل في أفريقيا حكم الجزائري لكن صفرته في هذه المباراة كانت مهزوزة في قرارات كتير قوي بعض الخبراء التحكيم أرجعوها أو فساروا ده وربما ده كان أقرب للصح أنه اللي أشيع أنه الغربال وشه حلو على الأهلي والأهلي بيكسب في وجود غربال والضجة الكتيرة اللي بتتقال في السوشيال ميديا خلقت عند الراجل نوع من الصراع النفسي ده كان تفسير سمعته من الكابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق قال لي أداء مصطفى غربال في المباراة مش هو غربال ظلم الآلي في مش أقل من 3-4 قرارات مهمين وكانوا واضحين وأوضح من أنه حكم بخبرته وكفاءته يقع فيهم أو يتردد أو يتردد دليل أنه مهزوز بسابق هذا الكلام اللي بيتقال حوالين الأهلي بيكسب في وجود مصطفى غربال أنتم تخيلين أنه كرة بتاعها تعالي معلول يصاب هذه الإصابة المؤثرة جدا لا تتحسب فاول ولا لعب التونسي المعتاد ياخد انظار ولا تتعاد ولا حد ياخد باله ما تتحسبش فاول أنتم تخيلين إصابة مؤثرة بهذا الشكل ما تتحسبش فاول أداء مصطفى غربال في المباراة كان محل تقييم ثلاثة من خبراء التحكيم نشوف الأول كابتن جهاد جريشا هنشوف اللقطة الأولى كانت في الديئة 12 ومعيار احتساب الحكب للأخطاء الإيد الممتدة من اللاعب الترجي في وجه أكرب توفيق دي ركلة حرة مباشرة وإنظار الإيد الممتدة بالمنظر ده تعاقب كتغور وبالتالي إنظار مستحق على لعب الترجي في الديئة 12 توفر الحماية اللاعب الأهلي مش موجود في اللقطة دي كان لازم ركلة حرة مباشرة وإنظار للاعب الترجي في اللقطة دي الحكم ما احتسبش ركلة حرة ولا إدى إنظار للاعب الترجي في اللقطة التانية بنتكلم في الديئة 33 بنتكلم على احتساب ركلة حرة مباشرة لفريق الترجي وإنظار للاعب النادي الأهلي في اللقطة دي كان كريم فؤاد أولا الالتحام كان الالتحام طبيعي جدا مفيش خطأ من كريم مفيش ايد ممتدة في الواكه مفيش أي عاقة الالتحام طبيعي وكتف بكتفه والالتحام عادل وبالتالي كان مفيش فيها أي خطأ على كريم فؤاد ومفيش راكلة حرة والانزار كان موجود انزار المستحقة وبالتالي بنتكلم على معايير احتساب الأخطاء خطأ تاني للحكم في المباراة بتقييم الأخطاء اللقطة دي أغرب لقطة في المباراة راكلة حرة مباشرة تم احتسابها للترجي الرجل بعيدة تماما عن رجل أكرم توفيق ما فيش خطأ على الأهلي في منطقة خطرة حظ الحكم أن اللقطة زي كده أو اللقطة للراكات الحرة اللي تم احتسابها بالقرب منطقة الجزاء النادي الأهلي ما تمش إحراز منها هدف لكنها مشكلة كبيرة للحكم المباراة منتكلم اللقطة دي كان لازم صفارة وراكلة حرة غير مباشرة للنادي الأهلي وإنظر سيميوليشن للعب الترجي مش شرط السيميوليشن أو التمسيلي بجوا منطقة الجزاء ممكن خارج منطقة الجزاء ويعاقب بالسيميوليشن ما كانش فيه أي احتكاك ولا أي تلامس بين لعب الأهلي ولعب الترجي الحكم احتساب راكلة حرة مباشرة للترجي قرار غير صحيح من حكم المباراة النهاردة معايير احتساب الأخطاء والقروط الملونة النهاردة غير صحيحة عند مصطفى غربال حظه الجيد هو وطم التحكيم بالكامل أن ما فيش أخطاء تحكيمية أثرت على مباراة ولكن النهاردة الناس كلها بتتفرج على المباراة وغير مرتاحة للتحكيم أهم جملة قالت ممكن تحصل للأخطاء لكن المعايير تبقى ثابتة أي يعني بتغلط هنا بتغلط هنا مكمل ميزانك الفني واحد فهو أخطر كلمة قالت النهاردة معايير تقييم الأخطاء ما كانتش سابتة ووضحة ومتوازنة عند مصطفى غربال أيا كان السبب بقى أنت تقول كده هو غيرك يشوفه الحجر الجماهيري التالت يشوف أنه عايز يعديه على خير مليون سبب وأنا أصبحت أكره جملة أن الحكم استطاع أن يدير المباراة ويخرج بها إلى بر الأمان هذا مخرج وليس حكمان ده مخرج مش حاجة طبعا بيوجه الأحداث بس المخرج بقى بيوجه الأحداث دلوقت لا ده ماله ده يخفي اللي هو عايزه ويباني اللي هو عايزه ويعيد اللي عايزه بس أنا 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 سمعت ده طبعا في الإعادات ولكن في وجود الفار اللي جاي للفار غير اللي جاي للفار مش هو اللي المخرج بالرغم لا يتحكم هذا لا يبرئ صحة الحكم المباراة يأثر علينا إحنا كمشاهدين إحنا أثر علينا إنما ما يأثر ليه على الفار ما يأثرش على الفار